السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله ما صدي وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ورحب بكم من جديد أولا أصدقائي نحتذر على بساطة الفيديوهات يعني ماشي نجيب الطيور ونصورها لأن أكثرية الفيديوهات نسجلها في الليل كذلك الطيور رحي في مرحلة راحة يعني لا أود إزعاج الطيور سنتكلم إن شاء الله عن الطريقة الصحيحة في المعاملة مع فراخ الحسون من الأول إن شاء الله حتى للآخر يعني من آلي للبا أول شي لما تشتري فرخ حسون يعني صيد جديد ولا مولود في القافص أو فرخ السلاكة ما هو أول شي تقوم به قلنا من قبل الفرخ هذا لازم تتفقد له الصحة يعني إذا كان الفرخ هذا بصحة جيدة فاشتريه ولا خوفه عليك أما إذا كان مصاب بالتسييف تسييف أصدقائي ليس بمرض هو ناتج عن مرض ما لأن الفرخ المولود في السلاكة ولا فيها القافص ولا خاصة خاصة الفرخ اللي راي تجي مع بعضها يعني في مجموعات مع بعضها تأكل أكرمكم الله البوراز أو البذور المختلطة بالبوراز أو الماء يعني اللي عنده مدة كثيرة ولا ماء ملوث إذن هنا الطيور تصاد ببعض الأمراض التي تؤدي إلى تسييف الفرخ يعني هنا لازم تحضر إذا كان عندك فرخ مصاب بالتسييف شريط أنت ضعيف في بان عظم الصدر هنا أول شي تقوم به لازم تحتاني به فيما يخص الأكل يعني الفرخ هذا بالوقت اللي يمرض نقصد الشهية متاعه يعني ما بولاش يأكل مليح هنا واش الدير أول شي تقوم بطحن البيض تقوم بوضع البريلا والنيجر للفرخ هذا كذلك أكد على الماء بابا المستمرة في الوقت هذا اللي يكون الطائر مصاب بالتسييف الماء أصدقائي غير الماء كل يوم ستضع الجو الحمد لله الجو راح محتادل يعني الماء يبقى يوم كامل يبقى بارد حاول تغيره كل يوم ما تخفلش على النظافة وتغير الماء قلنا مدلوا البريلا ومدلوا النجر ومدلوا البيض المطحون وكذلك قم بتقديم إذا استطعت بتقديم الغلوكوز يعني السيروم مع ربعتنا مباشرة في المشرابية قدم له على الأقل يوم أو يومين ثم قدم له الماء فيه ثلاث أو أربع حبات ميناء الحلبة هذا إن شاء الله لفتح شاهية الفرخ في الوقت هذا لراك تعاون في الفرخ هذا بيش يسترجع الصحة راك تلقم فيه قلنا الطريقة الصحيحة إن شاء الله في تلقيم الفرخ تكلمني عليها تخلي الفرخ في الضوء ما كان له تديره في الضالة نقصده صوت الهاتف اللي راك ديره وللا كان عندك طائر حي فهذه الشي ما نتكلموش عليه يعني إذا كان عندك طائر ما شاء الله يغرض عنده تغيير جيد خلي الفرخ يحفظ منه بالنسبة الغيار الريش أصدقائي قلنا الطائف أو فرخ الحسون لن يدخل في غيار الريش إلا إذا كانت حالته النفسية مستقرة يعني الفرخ هذا لازم على الأقل تحاول معه قدر المستطاع إن شاء الله بيش يثبت بالنسبة 50% ولا 40% ولن مهم ما يبقاش خايف كثير بعد أيام إن شاء الله رح يدخل في غيار الريش لأنه ضروري يدخل في غيار الريش مكاش منها فرخ يبقى مكوفي بالنسبة الفرخ اللي عندها مثلا الذيل كليشري فرخ عنده ذيل منزوع وقعد عنده مدة 20 يوم شهر ولم ينبت الذيل هنا الأمر سهل عادي ما يتقلق روحك موالو عندك ماء البحر عندك خلط التفاح كذلك قم بإمساك الفرخ هذا واتفقد مكان خروج الريش من الذيل كاين بعض الأحيان لما بعض الله يهديهم لما ينزع الريش ينزع طريقة عشوائية باليد طريقة عشوائية تصير بعض قطارات الدم هنا تقوم بغلق المسامات ليخرج منها قصابات الريش يحاول تنظبهم عندك باللقاط تقدر الفراخ اللي تكون الجذور منكسرة يعني لازم تنزع الجذور باستعمال اللقاط الفرخ ما يقدرش نحيهم سيرتون يذكروا الجذور داخل يعني مكسرين الداخل تقدر تنحيهم باللقاط أنزع هذه الدم اللي راه يابس في جلد الطائر سترى إن شاء الله ولا يظهر لك الجذور قم بنزعها باستعمال اللقاط بعد أيام إن شاء الله رح ينبت الريش حاولوا حاولوا أصدقائي تفقدوا الطيور تعكم في ريش الجان ناح ريش الذين هذا كامل إذا تكسروا من الجذور مستحيل ينبتوا والفرخ كذلك ما يقدرش ينزحهم سيرتوا إذا كان فرخ يعني ذاكرة كبيرة ممكن تقدروا عندها عندها خبرة لكن في رخ صغيرة ما تعرفش يعني صعيب صعيب عليها الجهد اللي عندها صعيب كثير وأصلا منشغلة في أمور أخرى حاول أنت تساعد الطائرة وقم بنزع هذه الجذور المنكاسة قلنا الفرخ صبر عليه بالنسبة لغيار الريش صبر عليه لأنه كل ما كانت حالتها النفسية مبيحة كل ما أسرع إن شاء الله في غيار الريش بالنسبة الاستحمام تقدر تمدل الاستحمام اليومي بالنسبة للبذور أصدقائي إذا كان الفرخ هذا قلنا إذا شريته شوف نوعية البذور اللي رأي يأكلها باش ما تغيلوش البذور ولا تروح تديله بالراقة لوحدها ويموت لك الفرخ جوعا خليكم الفكرة هذه لازم نوكله بالراقة لوحدها لا عيش الطائر هذا خليه يعيش أيام ولا أسابع ولا أشهر بعد ذا تبدلو بالأكل غير بشوية ما تفرصيش على الفرخ هذا تروح تكتلو بالجوع يعني نعاود حاول تستغل كل فرصة باش تتعلم إن شاء الله كيف تعمل مع الفرخ ما تصعبها لروحك مولو فرخ حسون مثله مثل طائر أكبر تجيبو يتخبط يعني ومازال خائف بعد أيام إن شاء الله يبدأ يدير ثقة حاول بعده على كل الأمور اللي تجيب له الفزع يعني القيطة للطيور الكسيرة للأطفال حاول تعلقوا في مكان مناسب مش تديرو في مكان خاف منه خرجوا معاك الفرخ هذا خرجوا معاك الديهيدور ده معاك المقهى ده معاك عند أي مكان يكون فيه الضجيج على الأقل يتعود يتعود على السيارات يتعود على البشر يتعود إن شاء الله لكي يكون عندك طائر قوي لا يكبر لك الفرخ هذا يتعود في الدار ومن الدار لا يخرج وبعد نهار يتخبط يرى سيارة تفوت يتخبط يرى حيوان يتخبط يرى إنسان لا حاول يعني تخرج ويرى كل إن شاء الله لكي وقت التزاوج لا يحشمك وقت التزاوج يكون عندك طائر يغرد في كل مكان طائر يقدر يتزاوج في أي مكان بلحتة مشاكل قلنا نأكد لك على الأكل نأكد لك على الاستحمام أكد لك على المظافة وطريقة التلقي هذا هو مصور التي تحتاجهم إن شاء الله لكي تنجح يعني لا يوجد حاجة واحدة آخر بالنسبة للناس التي لا يشعر سبحان الله يا أخي الثوم للمشاكل هذه الثوم يتمد قطعة صغيرة مرة في الأسبوع أو في العشر أيام التي قدرتها مرة في الأسبوعين كيف أنت فرخ صغير تكتل لجبل المكملات ما نشعر تجلب للمحافزات واشا صحبي واشا صحبي خدم طبيعي حاب تنجح حاب توصل وشرك باغي إن شاء الله وتنتج ويصدق لك كلش خدم بالطبيعي بعد المحافزات صغيرت الفراخ صغر أنا غير نحير كيف شخص يمد الفراخ حسون في عمر ثلاث أشهر أو أربعة أشهر يجلب لهم مكملات غذائية والمحافزات ما نشعر واش رح يرجعوا هذا طلعوا طبيعي وأي استفسار أصدقائي إن شاء الله يعني كتب لنا تعليق وراح نجاوبوا ما فيها ولو ولا التقي في موضوع آخر وشكرا